مرحبا بكم بالحكم يوسري بوالي والبشيزافر مباراة الكلاسيكو بين التراجي ونادي الاسفغسي المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من البطولة والإمبرمجة نهارة السبت 10 ديسمبر بداية من الماضي ساعتين في ملعب الملادي في حمالنا بالنسبة للمباراة نهارة لحض المبرمجة من الجولة الأولى ومواجهة مجلة الأولى بنجم المتلاوي والنادي الإفريقي في المتلاوي بشيزافرها الحكم أمير لوسيف مكتب للرابطة الثانية للكرت القدم صلة عقوبة ضد هلال الشابة بألفين دينار من أجل تفاوها جماهير وبعبارات بذيئة وجاه الجامعة التي نصي للكرت القدم في مباراة النادي السفغسي التي تلعبتنا الى 15 نوفمبر أيضا توجيه توبيخ ضد النادي الإفريقي من أجل رمي القوارير في مباراة الأولمبي الباجي كيف كيف بخصوص الإثارة المقدمة من قبل مستقبل ودليل هدم مشاركة لعب مستقبل جابس محمد الشيبيني يوم 12 نوفمبر تم قبول الإثارة هذية من حيث للشكل وتم رفضها أصلاً وإعتبار النتيجة الحاصلة على الميدان هي فوز مستقبل جابس واحد سفر مصادر أعلمية مجارية وفرنسية وإنجليزية أكدوا أن عيسى العيدوني محل متابع من قبل عديد الفرق الأوروبية حسب ما أكدوا المدير الرياضي لفريق فرنشفارش المجاري اللي ينشط فيه عيسى العيدوني ما بين الفرق اللي تم الاحديث عليها للقوال أمبيك مارسيلي إذن تم احديث على ليفر فولي اللي حد العيدوني في قائمة ملعبية وسط الميدان اللي يرغب في انتدي الاتحاد للدول لكورت القدم معلنا الحكام مقابلة غدوة في ربعانه إلى مونديال مع الاربعان وطلع عشر المنتخب الكرواتي ضد الوزير الحكام الإنجليزي ميكايل أوليفي والفنائم تعليل أرجنتين وولندا الحكام الإسباني أنتونيو لاهز كانت هذه ثلاث نشارات الرياضية لليوم تقع على السيت موزيكا فانت